بأداء رائع وفوز رائع وختام رائع كمان ببطولة الدوري معانك طبعا كابتن سيد عبد حفيز المدير الكرة ختام رائع النهاردة زي ما قلنا النادي قالي حتى حسن بسلط الدوري لكن النهاردة يمكن ختام رائع كابتن سيد أداء كمان مميز وفوز على نادي الزمالك وده الهدف على مطاق بالنسبة لجمهور النادي الآن الحمد لله طبعا على المكسب والحمد لله رب العمين على ختم البطولة بالشكل ده يمكن زي ما قلت دايما احنا بنحاول نحن نوجد دوافع للعيبة بشكل كبير قوي يكفي ان انت هتلعب نادي الزمالك وده طبعا في حد ذاته بطولة خاصة بالتأكيد بطولة مهمة كان دوافعنا النهاردة اكتر من نادي الزمالك نادي الزمالك له كل التحية والتأدير مهما كان حالته مهما كان الترتيب لكن فيها ابقى هو نادي الزمالك والعيبة بتاعتني في كده كويس لكن اعتقد النهاردة ان احنا استحقنا المكسب بشكل كبير جدا جدا من اول دقيقة دوافعنا النهاردة ان احنا كان عندنا عدة نقاط بنتكلم فيها مع العيبة انت صحيح ان نهينا البطولة وصحيح ان البطولة ده كان عندنا دافع مهم جدا بان فترة محافظين عليها يعني ديربي ما بين الاهلي والزمالك لمتد العشر سنين لم يطلق النادي الاهلي هزايم اخي خمس مباراة في الدوري ما بين الاهلي والزمالك الاهلي ما دخلش فيه اي هدف اخي خمس مباراة ما بين الاهلي والزمالك في الدوري جب 8 اهداف فكل دي ارقام انت بتشتغل على ارقام يعني ده وفعنا كان اعطاك انها كانت اكتر من ناتزة مالك النهاردة طبعا هاردة لك ناتزة مالك هو نادي كبير ونادي له كل التحايا التأدير يعني عايزة اقول رسالة كابتا سيد لكل اللعيبة تحاملوا على نفسه بشكل كبير تلاحوا مباريات ضغط مباريات كبير جدا لكن النهاردة بعد الختام حاجة رائعة جدا طبعا يعني كابتا الحسابة بدري قال ان الكلام ده من فاطرة لكن اشتغلها بشكل كويس جدا جدا يعني اهم ما في الموضوع كله لازم الناس تبقى عارفها كويس جدا 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 في عالم كرة القدم في حاجة اسمها هوية فرقة في حاجة اسمها شخصية فرقة بيتبني عليها عشان كده هتلاقي في فرقة كتير اوة اوة ويتحافظ على قوامها بتحافظ على الناس عندها معينة عشان تسلم الهوية دي والفكر ده والسياسة اللي هي موجودة في الفرقة شخصية النادي الاهلي وفرقة النادي الاهلي وهوية النادي الاهلي موجودة ممكن تتعاصر في بعض الأوايات ممكن يبقى فيها بعض الأوايات يبقى فيها صعوبات لكن بترجع الهوية هي اللي بتغلب يعني بطولة عربية اللي جاية بقى كابتن ساد يكيد ده المشوار اللي جاية بالنسبة لكم في راحة كبيرة بالنسبة لكل اللاعبين لكن الفترة اللي جاية بالنسبة لبطولة عربية ازاي بطولة عربية يعني فكر مختلف كابتن حسام البدري اعتقد ان هو في اتجاه قوي جدا لارحت خمس او ست او سبع العيبة على حسب ما يشوف كابتن حسام البدري لكن خليني نقول ان هو موسم كان طويل جدا شاق جدا عملنا بشكل جويس جدا 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 الحمد لله رب العامين بان فترة طويلة بنشتغل عليها اداء كويس نتائج كويسة ارقام الحمد لله رب العامين بلا هزيمة في الدوري زي ما قلت ها كان في عندنا نقاط دوافع بنشتغل عليها لكن في النهاية يبقى طبعا الرؤية المستقبلية لطويلة المدى هي الاهم بالنسبة لنا احنا عندنا يعني من الحكمة ان انت ما توعدش وابق ابدا وانت فرحان ولا تاخد قرارات وانت غطبان لازم يبقى فيه تريز كده وفكر مصبوط عشان تقدر تمتد لفترة طويلة جدا الفترة اللي جاي بإذن الله شكرا كل شكرا طبعا لكابتن السادة عم حفيز مدير الكورة بي النادي الاهل اداء كان رائع طبعا مع فريق النادي الاهل بالنسبة لالعبين واكيد طبعا هينضم مننا